السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو بشرة نفس ما صار البشرة طلاب الطب العام هذا الفيديو رح يكون بشرة طلاب طب الأسنان الدارسين خارج العراق طبعا مثل ما تعرفون ان الطالب من يتخرج خارج العراق من يرجع لازم يسوي امتحان معادلة وهذا امتحان المعادلة يعني يكون طلاب وهو يخافون من عنده ويتخوفون ويطلعون يدرسون بالخارج ويقولك خاف ارجع يصووا للجنة امتحان خاف كل الصعب خاف ما اقدر انجح بي ويقولك انه اللي يدخلوا مية ينجحون من عنده بس 3 ل 4 وهكذا فانا زلت فيديو قبل فترة عن طلاب الطب العام حاليا الطالب اللي يريد من يرجع ويقدر انه ما يمتحن امتحان المعادلة فقط انه يرجع يعيد سنة سادسة بالعراق واذا نجاح بالمحلة السادسة خلاص هذا يلزم من امتحان المعادلة طبعا هو نفس الشيء هو انت نفس الشيء امتحان المعادلة لازم اموش يتحضر له تدخل لك كورسات تقرأ وتحضر لحتى الطب للامتحان فاكيد رح تاخذ ما عندك من ستشور الى سنة على الاقل تحضير حتى تضبط وحتى تاخذ الدرجة المناسبة بالامتحان يعني مو بس حتى تنجح يعني مثلا واحد ينجح ياخد درجة يعني مو بس خمسين وش يسألك هاي الخمسين اذا تريد يعني تكمل تخصصك وهاي الامور بالعراق تحتاج درجة عالية فحاليا طب الاسنان نفس الشيء رح اقرار لكم الكتاب الرسم الجامعات كافح كليات طب الاسنان مراكز وآلية امتحان المجموعة الطبية طب الاسنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشارة الى الفقرة 4 من كتابنا المرقم صفحة بقى هذا المكتوب في 13-9-2020 فيما يخص آلية الامتحان نود ان نبين ما يأتي اولا حصلت موافقة لجنة عماداء كلية طب الاسنان الجلسة الثانية الوارد الينا بموجب كتاب جهاز الاشراف والتقويم العلمي قسم تقويم الاداء المرقم هذا المكتوب في 2012-2020 يعني قبل يومين على مقترح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المتضمن في حال عدم رغبة الطالب الدخول في كورس المصطلحات او الكورسات التدريبية قبل الامتحان يحال الى المرحلة النهائية في احدى المراكز الامتحانية وحسب الرقعة الجغرافية في كليات المجموعة الطبية طب الاسنان مقابل اجور التعليم الموازي ويؤدي مع الطالباء امتحانات الدور الاول والثاني وفي حال نجاحهم يكون مجزي عن امتحان المعادلة يعني شنو؟ يعني ترجع ترجع داوم بيها مرحلة اخيرة احنا ممكننا بطب مرحلة السادسة هنا بطب الاسنان المرحلة الخامسة ترجع الداوم موازي تدفع قصط الموازي للجامعة وكأنما انت طالب مثل طلاب اي طالب موازي موجود من البداية ثانيا توزيع الطلبة المشمولين بالفقرة الاولى اعلاح على كافة جامعات العراق في الكليات التي يوجد فيها مرحلة خامسة لتقليل الزخام على كليات المراكز الامتحانية الثمانية جامعة بغداد جامعة البصرة جامعة الكوفة جامعة كوركوك الجامعة المستنصرية جامعة النهرين جامعة الموصل وجامعة الذقار وذلك نظرا للاعداد الكبيرة من الطالب العائدين من الخارج والمتقدمين للتدريب مع المرحلة الخامسة ويكون التوزيع وفقا للموقع الجغرافي للطالب ومعايير اخرى على ان تتولى جامعة بغداد كلية طب الاسنان موضوع التوزيع لهذا العام 2020-2021 يعني حاليا مو الا تدخل والداوم بالجامعات الثمانية تقدر تدوم باي جامعة من الجامعات بها مرحلة خامسة طب الاسنان تدرس بها موازي تقدر تدوم بها على انه يكون التوزيع حسب موقع الجغرافي الطالب مثلا هو من اي سكنة مثلا من بغداد يمتحن اذا يريد بغداد يداوم بغداد يعني او معايير اخرى شوفوا شو هما يحددوها على ان تتولى جامعة بغداد التوزيع اول شي يروحي يقدم ويشوف انه جامعة بغداد لهذا العام 2020-2021 يعني هسه شنو طالب يقول هسه شنو بله فهمنا على هذا شنو بله وشنو وقع هذا خلنا صارة دقيقة اي عدلت هذا شوي هسه طالب يقول هسه شنو هذي يعني فهمنا علي اكثر حاليا الطالب مو يتخرج طبعا لازم يكون فاتح مالف اكيد معترفي طالب مو يتخرج من الجامعة معترفية خلنا نقول انه معدلة 80 او 79.5 انه 79.5 فما فوق يعتبر انه الطالب 80 معدلة فراح يفتحوا لمالف اذا كانت المجموعة الطبية طبعا طب اسنان وصيدلة حاليا هنتكلم على طب الاسنان اذا كان الطالب خلنا نقول معدلة 79.5 هذا ما رح يقدر يدرس بالعراق لا اهلي ولا يقدرس موازي ولا يدرس اي شيء بالعراق فالشي سوى يقدر يقدر يروح انه للخارج يدرس خمس سنوات يتخرج يعني يروح يتطدق اول شيء يفتح ملف طبعا من يداوم ياخذ وقتا من الجامعة يروح على السفارة العراقية بالمحقية الثقافية ويفتح ملف وتمام يكمل دراسته خلال خمس سنوات هاي الخمس سنوات بعد ما يتخرج ياخذ هذا مالتا يوديها الوزارة الخارجية يختمها بعد ما يختمها ياخذها يوديها الى السفارة الى الملحقية الثقافية بالسفارة العراقية بموسكو او يشوف طالب وين دا يدرس بغير دولة يروح للملحقية مالتا ويختمها بعد ما يختمها يرجع للعراق من يرجع للعراق قبل كان يقولوا له تعال طب امتحان معادلة ونمتحنك طبعا امتحان المعادلة اللي كان كان حسب كلام الطلاب انه جدا جدا معقد لان ما يمتحنون نفس الطلاب السادس خلال نقول مثلا طب الخامس مثلا طلاب الخامس اللي هو طب الاسنان طلاب السادس البداي طب العام يمتحنوهم حسب باقي الطلاب يمتحنهم اسئلة يجاوبون اما طلاب المعادلة حسب ما سمعت انه يساولهم لجنة يقدرون يسألهم اسئلة عجيبة غريبة وكأنما دا يمتحن بورد يعني او دا يمتحن في الشوشن ومو دا يمتحن امتحن معادلة للمال باكالوريوس فاكو هواي طلاب يخافون من عنده حسا صار الموضوع كل السهل طبعا ناسا واحد يقول ليش هل قد يحبون انا حسب رأي انه يعني الموازي رح يدفع فلوس فلوس موازي بينما وليه طلب الامتحان اعتقد رح ي بس تكلفة الامتحان مليونة وقال من مليونة عند دينا العراقي يقول لك ان دخل موازي ويستفاد وهم هم يستفادون وطلب يرتاح يعني هذا الشي كلش كلش ممتاز ويرايح الطلاب وهو واحد واحدة ما تقول انه رح تضي عليه سين تبكي لأحوال ما تقدر طمتم تحني تشافت مباشرة يعني اذا ما تكون حضر الامتحان دارس المواد داخل الكورسات شوية منها شوية منها زيان وخصوصا هذا الشي يفيد الطلاب الدارسين بغير اللغة طبعا بدارسين باللغة الروسية ودارسين باللغة الكورية وبدارسين باللغة الباقي اللغات يعني فتشي يعني هذا القرار لو كان موجود ممكن هواي طلاب يستفادوا من عنده قبل فطلاب يدرسون مثلا يقول انه يدرس باللغة الروسية أو يدرس باللغة بغير لغات انا شنون راح امتحان معادلة في هاي الحال ما راح يسوي راح ترجع تتخرج مع تربيك ترجع تتعيد مرحلة ساتة بالعراق وستدرس بالانجليز بالعراق شوف انت لازم شوي يتدبر هنا والمعلومات هي صحة المبلغة الروسية دارسة بس انت كفهم كأشياء كتفاصيل مثلا الاشياء انت فاهمها فاهمها يعني ما فاهم ولا فاهم بالروسي هي نفع بالروسي وبالانجليزي المعلومة نفسها مثلا الاعراض التي تشوفها الاشياء التي تشوفها هي نفسها شرحوا الكيها بالروس وشعروا الكيها بالانجليزي فهذا الشي جدا راح يفيد راح يفيد الطلاب وحتى الطلاب بدار سيب بالانجليزي انا اشوف هاي شي كلش افضل لهم ان يرجعون يدرسون بالجامعة وهمات الطلاب اللي كان حلمهم مثلا يدرسوا بجامعة بغداد وما طلعت لطلا معدل بالثماني مثلا وهذا يقدر مرة ما يتخرج صحيح راح يرجع يدرسو طلاب جامعة بغداد مرحلة سادسة انه موازي ها اكون قسم يقول لك غاني والله حلمي شا ادخل جامعة بغداد حلمي ما اعرف ايش هذا تقدر تدخل صح انه سنة واحدة بس ومو هذا بس انه انت راح تاخد شهادتك من الجامعة الاصلية طبعا راح نجامعة الاصلية تاخد شهادتك انك موجودة بس انه راح تدوم بالعراق سنة واحدة حتى تجزئك عن امتحان المعادلة هذا كل شيء لليوم حبيت بشر الطلاب هذا الكتاب الرسمي من طب الاسنان وحاليا الصيدلة ما سمعت عنها شيء ممكن يسووا ممكن ما يسووا باقي تخصصات بعدها لازم امتحان مثلا الصيدلة لازم امتحان وباقي الهوم لازم امتحان ممكن خلال ايام القادمة ممكن لا ما اعرف حد الان فقط الطب العام وطب الاسنان عندهم هذا الشيء ولهنا كنت وصلت هذا الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو اعجابكم لا تنسون تسهول مشاركة في كل مكان وتضعون اعجاب اذا اعجبكم ومع السلامة